مرحبا اصدقائي ان شاء الله تكونوا بخير بالفيديو التالي عرض سريع للصورتين ستسكان عرضناهم بشكل سابق كسؤال حاليا سنجاوب الأولى هي مريضة عمرها 40 سنة تشكو من كاف اندسنيا من سعال وهي دسنيا زلة نفسية وعمل زادة احتجاج الأكسجين بشكل متسهارع المريضة هي متاستاتيك قاسر كانسر سلطان مادة منتشر تقتل العلاج الكيميائي اخر جرعة هي كانت في شهر شباط 2023 النبض متسرع الاكسجة 92 مع الاكسجين 5 لتر وعم يزداد يعني سابقا ما كان هيك المهم معرض الصورة نحن نتناقش فبالاول عندي نافذة منصفية ويندو بريود رح امسحها على السريع اذا حاول اذكر المناطق التشريحية المكونات سوبرير فينا كيفا ايورتا تراكيا صح؟ وعندي نسجر رئوي لاحقا في عندي بقاعدة رئيتين شو رح اكمل الاخير عندي كاثرة مفتين تتماشى مع انصي باب جنب ثنائي الجانب صح؟ ممكن يكون ورمي؟ نعم ممكن يكون ورمي لكن انا باهمني الصورة شو شايف بقاعدة رح ارجع امسح هاي الرئاة بقاعدة اذا تلاهد رح انه فيه لون مختلف عن هذا اللون مختلف عن لون دون انصي باب صح؟ في توسعات قصبية خلينا نشوف النافذة الاخرى النافذة الاخرى النافذة المنصفية سوبريفونيكيبا ايورتا تراكيا وعندي القصبات عندي انصي باب جنب كم الاسفل بلش يظهر عندي اللون المختلف فوق الانصي باب فبهالمستوى انخماصات انخماصات قطاعية وفي عندي توسعات قصبية فوق الانصي باب توسعات قصبية وعندك الانخماصات شريطية فوق منطقة الانصي باب عندي بهالمستوى المرد المتوسع الاسفاكوس ممكن يكون السبب لنتجة سرطان المعدة؟ نعم وبالتالي كمنخص سريع لاحظ المرد المتوسع بهالمستوى المرد المتوسع بهالمستوى بالعادة لا يكون بهذه الطريقة دوبه يبين بالعادة كيثقه بأسود صغير نصي بجانب تنين جانب انخماصات شرطية توسعات قصبية ومري متوسع اضافة لشيء اخر ممكن يسقط من العنف ما تنتبه له بالتفكير وبالصورة مريضة خباثة وعم تأخذ الهاج كيميائي حالي وصار عندها دسنية زلة نفسية ما تهم الأبدا الانسباب موجود طيب ليش ان الاحتياج الأكسجين عم يزداد بشكل مترقي ممكن يكون في شيء قطرق وممكن يكون في نومونيا جديدة صح؟ لكن ما تنسى أبدا بهالمستوى شوف عندي بهالمستوى الشريان الرئوي دوني انا اشبهه بشكل حرف 8 او الشوارب بهالمستوى لاحظ صمة رئوية مرطة خباثة مقعدة صح؟ نبض متسرع 140 ومع زلت نفسي معها سعال هاي هي الحالة الأولى لهذا سيتي انجيو انجيو سيتي لا تتعرف النافذة اللي بتشوف فيها من النافذة اللي هون صعب تحصله موجود بس صعب تحصله بسهولة يسقط يعني ما تشوفه ما تحصله فعادة لما بتشكب الصمار رئوية شو رح تعمل تشوف معايير ويلز وعلى ضوة تأخذ القرار مثل ما شاهدنا بفيديو الصمار رئوية الكيس الثاني مرضى خمسين سنة تشكو من دسنية مع هكبر منزلة انفسية على الراحة وعلى الجهد مع الحسس الحارق خلف القص اللي يمني كا سيتي سكان لاحظت هاي المناطق بمحيط الريئة بمحيط الريئة عادة ان التليف بيكون بمحيط الريئة بس في عالك هاي امراض الريئة الخلالية انتستريشن الانج ديزيز عنده ارتشاحات شبكية في محيط الريئة بسموها ساب بلورال لاحظة هون ممكن يكون فيه مظهر قرص العسل لاحظة هاي المنطقة مظهر الهاني كومبنج فهذا يتماشى مع امراض الريئة الخلالية صح؟ كتير مبين وكتير واضح اصابة نسيج الريئة الخلالية لكن اللي بتناوهك عليه لاحظ المريء كتير كبير كتير واسع بالعادة ما بيكون هيك المريء متوسع مع اصابة نسيج خلالي اللي يختل لك كسؤال امتحاني ووصفي سكليروديما سكليروديما تصلوا اجازي شكرا لكم جميعا شكرا لكم